بسم الله الرحمن الرحيم طلاب العزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معاً شابتر 11 driving shafts النوع الثاني من الاجهادات اللي بيتعرض لي العمود shafts subjected to bending stress only تتعرض الي اجهاد انحناء فقط اجهاد الانحناء برمز له بالرمز sigma bending أو bending stress واللي متسبب في المومنت على العمود المومنت على العمود ده بيحصل امتى؟ لما يكون عندي بيم بالشكل ده كده وعلي حمل من المنتصف وعندي ردود افعال من مناطق التثبيت فبيحصل ان العمود بينحني بهذا الشكل ده حصل في انحناء هلاحظ هنا ان الطبقات العليا هنا حصل لها compressive stress compressive stress والطبقات السفلة دهية حصل لها shed أو tensile stress طيب الاتنين عكس بعض compressive stress من اعلى و tensile stress من اسفل اذا في منطقة في النص هنا هيكون عليها stress بيساوي zero وهي اللي عندها بقول ده محور الخمول أو neutral axis اللي هو معلوهوش لا tensile ولا compressive stress طيب قيمة بالبندنج stress بنحددها كالتالي sigma bending بتساوي المومنت اللي هو تسبب فيه القوى اللي وقع عليه وردود الافعال ضرب y حيث y اللي هو المسافة بين محور الخمول والمكان اللي انا عايز اجيب عنده بالاسترس وبالطبع اقصى اجهاد بيقع على السطح العلوي والسطح السفلي زي ما شرحنا مقسوم على الاي اللي هو بيمثل المومنت اف انيرشا للكروس سكشنال اريا بتاعت العمود اي هنا لها قيمتين على حسب اذا كان عندي العمود مصمط قطر بتاعه دي يبقى بتساوي باي على اربعة وستين دي والسربعة في حالة العمود المفرغ من الداخل هيبقى في عندي قطر خارجي اسمه دي اوتر وقطر داخلي اسمه دي انار و اي في الحالة ده هيت هتساوي باي على اربعة وستين دي اوتر اسربعة نائس دي انار اسربعة ده للهولو سيركولر كروس سكشنال اريا لما بعوض بالقيم المختلفة عندي اذا عوضت مثلا للسولد شاتس باي على اتنين واثتين دي اسربعة هيطلع عندي ان بتساوي اتنين وتلاتين ام على باي في الدي تكعيب ومن هنا بمعلومية والمومنت اقدر اطلع قيمة القطر اللي يتحمل ال الواقع عليه في حالة الهولو شافت بعوض بقيمة اي باي على اربعة وستين دي اوتر اسربعة نائس دي انار اسربعة بينتج عندي ان بتساوي اتنين وتلاتين ام على باي في الدي اه اوتر تكعيب في واحد نائس السربعة حيث اللي هي نسبة القطر الداخلي الى القطر الخارجي وبكده نكون انهينا الجزء ده ونستكمل فيه الدرس القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة